هنعمل مع بعض النهاردة أسهل وألازح حلو ممكن تجربوه سهل جدا مكوناته في منتهى السهولة هنعمل مع بعض النهاردة الزلابية أو اللقايمات حسب البلد اللي انتوا جايين منها بس أنا شخصيا بنقول عليها زلابية هنعملها بكل الأسرار والتفاصيل إزاي تبقى مقرمشة وإزاي تشرب الشربات كويس جدا وفي نفس الوقت تبقى هشة جدا وطرية من جوا يلا بينا بسرعة نشوف المكونات وطريقة التحضير أول حاجة علشان نعمل الزلابية هنحتاج كباية من المية الدفية وعليها معلقة كبيرة ونص من السكر الأبيض وكمان معلقة كبيرة من الخميرة ونقلبهم كويس جدا مع بعض ونسيبهم يعني 5 دقيق علشان نتأكد إن الخميرة بتاعتنا شغالة كويس بعد خلاص 5 دقيق هنضيف 3 كبايات من الدي والدي اللي تستخدموه لازم يكون دقيق بتاع كيك ما يكونش دقيق قوي النقطة دي مهمة جدا علشان تنجح معاكم أنا استخدمت 3 كباية من الدي وعليهم معلقتين كبار من النشا واختياري معلقة كبيرة من الكاسترد البودر بيفرق جدا في الطعم بيخليها طحفة وكمان معلقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة من الملح هي دي كل مكونات الزلابية شايفين سهلة جدا ومكوناتها تقريبا موجودة في كل بيت هنقلب الميكس ده كويس جدا جدا مع بعض طبعا زي ما انتوا شايفين إن العجينة لسه محتاجة ميا تعالوا بقى اقول لكم أول سر من أسرار نجاح الزلابية لازم القوام بتاع عجينة الزلابية يكون وسط طبعا مش محتاجين أي أدوات لإن الموضوع سهل جدا أنا ضفت المية واحدة واحدة أنا بالنسبة لي دي اللي استخدمته احتاج مني كباية من المية لحد ما القوام بتاع العجينة بيكون وسط وبنفضل نقلب فيها ونعجم فيها لمدة 5 دقيق لحد ما القوام بتاعها بيبقى ناعم جدا زي ما انتوا شايفين يبقى زي ما اتفقنا إن أول سر من أسرار نجاح الزلابية إن القوام بتاعها يكون وسط بعد ما خلاص عجينتها حوالي 5-6 دقيق لازم نسيبها تخمر لحد ما تضاعف حجمها بالنسبة لي أخدت ساعة وبقت بالمنظر الجميل ده طيب تاني حاجة من أسرار نجاح الزلابية إن إحنا لازم نفضيها من الهواء ما ينفعش نقليها وهي بالمنظر ده لازم نفضيها من الهواء وأنا علشان أسهل التشكيل بالنسبة لي أخدمت كيس اللي هو بتاع تزيين الكيك كيس اللي أنا بحط فيه الكريمة دهانته زيت الأول وحطيت نص العجينة وعلشان الزلابية تبقى خطيرة لازم نقلي في زيت على درجة حرارة وسط تعالوا أقول لكم كمان سر مهم جدا في نجاح الزلابية درجة الحرارة وسط وما بنملاش الطاصة أو الحلة أوي أول ما بتاخد لون دهبي خفيف جدا لازم نطلح علشان إحنا محتاجين نقل الزلابية بتاعتنا مرتين بصوا في المرحلة دي ممكن تحتفظوا بيها بعد ما تبرد تماما في التلاجة أو في الفريزر في المرحلة دي وعلى فكرة أنا جربتها احتفظت بيها في التلاجة يومين وطلعت خطيرة لما قالتها الألية التانية فعلا طلعت تحفة هتفرق جدا في الآن ماشا أنا قالتها ألية الأولى وسبتها تبرد تماما وطبعا عملت الشرباط ولازم الشرباط يكون بارد وتقيل هسيب لكم تحت في صندوق الوصف طريقة عمل الشرباط البارد التقيل المزبوط جدا وبعد ما الزلابية بردت تماما من الألية الأولى هنبدأ نحمرها تاني على نار وسط أهم حاجة أن الزيت بتاعنا ما يكونش النار بتاعته تبقى عالية لحد ما تاخد لون الدهب الجميل هنجيب شوية من الشرباط التقيل البارد ونبدأ نحط الزلابية الجميلة الخطيرة ونقلبها ونسيبها في الشرباط حوالي دقتين ونقلبها شوية طبعا عشان تشرب الشرباط وبعدين بنصفيها علشان تنزل أي شرباط زيادة وبكده الزلابية الخطيرة هتكون جاهزة هتفضل مقرمشة جدا شرب الشرباط كويس طرية من جوة خطيرة زينوها بقى بزبدة اللوتس زينوها ممكن تكلوها كده أساسا يعني شوية مكسرات أي حاجة بتحبوها وفعلا خطيرة وهتعجب كل اللي هاكلها أنا متأكدة وبس كده خلصوا فيديو النهاردة أتمنى وصفة الزلابية تكون عجبتكم وتكونوا عرفتوا كل الأسرار وتفاصيل علشان تعملوا ألز زلابية من إيدكم ويا ريت لو عجبتكم وصفة النهاردة تدوسوا لايك ولو أول مرة تشوفوني انزلوا بسرعة بسرعة تحت اشتركوا في قناتي علشان يوصل لكم كل جديد وأشوفكم مرايب جدا على خير إن شاء الله باي باي